بسم الله الرحمن الرحيم قامت الإقامة الجامعية باختناء أجهزة مسيحات الوجه تم تركيبها على مستوى المداخل الإقامات على مستوى مطاعم الإقامة الجامعية دائما في إطارة التسهيل وتخفيف الأعباء الإدارية على الطلبات تم تخصيص منصة إلكترونية مخصصة لإجراء عملية التبرئة للطالبات عن بعد وهذا في إطارة دائما تقليل من الوثائق والأوراق تقوم الإقامة الجامعية بأشغال الصيانة على مجتوى جميع المرافق المدفأ المركزية مطعم المدمج والمطعم المركزي على مستوى الغرف وهذا من أجل تهيئة الإقامة وتحضيرها في أحسن الظروف لإستقبال خلال الموسم الجامعي 2023-2024 وهذه المناسبة أن نتمنى التوفيق للطالبات التي تخرجوا من الإقامة الجامعية طاقاست نتمنى إقامة طيبة للطالبات الجدد باكالوريا 2024 على الوقت سيتم توجه هنا إلى الإقامة الجامعية طاقاست سبحراس خلال الموسم الجامعي المقبل بإذن الله بصفتي مكلفة بتسير مصلحة النظافة والصيانة والأمن الداخلي بالإقامة الجامعية طاقاست بولاية سوغراس عملا بتوصيات مدير الدوان الوطني فيصل هدنين ومدير الخدمات الجامعية حبير شنذير على تهيئة غرف الطالبات والأجنحة لاستقبال الطالبات بالدخول الجامعي سنة جديدة 2023-2024 لسيامة الغرف وأي أعطاب على مستوى الأجنحة تهيئة المدفأ المركزية والصيانة بالمطعم المدوج ومطعم المركزي التابع للإقامة نكلف جميع الأعوان الورشة تقنيين كلهم حسب اختصاصي تعاونا مع رؤساء الأجنحة وتكاثف جهود مصلحة الإيواء والمصلحة التقنية بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم قناة الأنيس معكم السيدة حربية نويل رئيسة الجناح ألف نحن بصدد الأيام الأخيرة فيما يخص التبرئة للطالبات 2022-2023 الحمد لله كانت هذه السنة يعني سنة ما شاء الله وكانت فيها مجهودات كثيرة من حيث النشطات الدينية والنشطات الثقافية نرحب بطلبة الجدد لشاهدة البكرونيا 2023-2024 نتمنى لهم كل التوفيق